أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تنظيم فعالية للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم وذلك من خلال مبادرة اتكلم هنس معك داخل مركز الطفلة للحضارة والإبداع بقاهرة الفعالية تضمنت العديد من الأنشطة والخدمات والتي من بينها معرض للمشغولات اليدوية وملتقى للتوظيف وقافلة طبية شاملة ومكتب تأهيل واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة بالإضافة إلى ورش وأعمال يدوية للأطفال احتفاء باليوم العالمي لذوي الهمم نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع عدد من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني احتفالية ضمت العديد من الأنشطة والخدمات والتي من بينها معرض للمشغولات اليدوية وملتقى للتوظيف وقافلة طبية شاملة ومكتب تأهيل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة بالإضافة إلى ورش وأعمال يدوية للأطفال معنا ملتقى توظيف لأول مرة بتكون مؤسسة لذوي الهمم مشارك فيه أكتر من 25 جهة وشركة وفندق بيقدموا مختلف الفئات العمرية فوق 18 سنة طبعاً لكل ذوي الهمم من مختلف الإعاقات غير معنا لعروض الفنية والمسرحية وكل الخدمات أو كل حاجة بتحصل النهاردة اللي بيعملها وقائم عليها شباب وأطفال من ذوي الهمم إحنا موجودين طبعاً معظم الحالات اللي هاجلنا النهاردة هي الأطفال من ذوي الهمم ودي حالات طبعاً حالات خاصة لأنه حالات بتبقى معقدة مش كل الأطباء بتفهم فيها بيحتاج ناس متخصصة يعني في حالات الأطفال في وجود النهاردة إن شاء الله يساهم بشكل كويس في الفعلية ويكون مفيدين للأطفال وخلال الاحتفالية قدمت مؤسسة حياة كريمة مجموعة مختلفة من أشكال الدعم المادي والنفسي لتؤكد المؤسسة على كونها داعماً وسنداً قوية لذوي الهمم في جميع أنحاء الجمهورية بمشاركة عشرات المتطوعين النهاردة بالنظم فاعلية لذوي الهمم بمناسبة الاحتفال العالمي اليوم ذوي الهمم والفعالية تتضمن عرض مشغولات ومنتجات زوي الهمم وست عائدات طبية وعائدات نفسية وصيدلية وملطقة توظيفة لذوي الهمم زوي الهمم بتحزب باهتمام خاص في مؤسسة حياة كريمة لأنهم نسيج مهم جداً في المجتمع من قداش نخفاله من قداش نهمشه عشكراً هم موجودين النهاردة عشان نقدر نوفر بعض الخدمات كان عنده أمل أن حياة كريمة أنها تأمل حاجات كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة وأنا كنت جاي بسبب الوظيفة وفي حاجات كثيرة أنها نقصنا في الكليات وفي كذا مكان وأتمنى أن حياة كريمة إن شاء الله تقضى عنها بإذن الله المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت على مدار سنوات قليلة من إطلاقها في تحقيق الكثير من الإنجازات والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها لتنمية المجتمعات النائية وتوفير حياة أدمية لملايين المواطنين المصريين الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية أحمد الحسيني التلفزيون المصري أحمد الحسيني التلفزيون المصري